أتفق معك لكن هذا بتصوري الشخصي هو مبرر وطبيعي ليش؟ هذا يؤكد أن هذه الانتفاضة هي انتفاضة شعب لا يقف خلفها أجندة سياسية ولا حزبية ولا يقف خلفها زعامات محددة ولا يوجد أجندة دولية أو إقليمية محركة لتشرين هذا هو الدليل الأساسي لو كان خلف تشرين إرادة سياسية محددة أو حزبية أو أجندة دولية أو مخابرات دولية كان شفتها بسرعة بلورة وطلعت خطاب ناضج متماسك وآليات للتحول وكان أبرزت قيادات منظمة ومحترفة كلامك صحيح سيد غيث تبرير صحيح سيد غيث كلام صحيح وجهة نظر هي هذه ولكن ما جدوى السؤال الذي يطرح اليوم يعني ما جدوى السمرار هذه التظاهرات أن لن تؤدي إلى نتيجة توصل البلد إلى حالة التغيير يعني شو الفائدة بس ترفع شعارات وتبتل ترفع شعارات وتبتل لا 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 تأكيد أريد ينتج يعني شيء منتج حلو حلو جيد حتى نقدر نتسلسل بطريقة صحيحة اسمح لي بدقيقتي أولا إذا اتفقنا أنه خلي بالك نقطة صار لهم بحدود ثلاث سنوات أكثر من ثلاث سنوات الظاهرون وبالتالي هذه الفترة يعني كافية لبلورة توجه سياسي كافية لبلورة فكر سياسي معين يعني رؤية سياسية نعم 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 اتفقوا ياك جايك بالحج شوف عزيزي ابتداءا خلينا نتفق أنه تشرين هي عدم وجود محركات خلفها هو السبب في تعثر بلورة خطابها وإنتاج قيادة محددة إلها هذا عنصر جانب الإيجابي من الموضوع الجانب الثاني إذا أخذنا تشرين من هذه الزاوية فإحنا أكيد راح نقدر نفهم أنه هل حاول التشرين أن تنتج خطابا سياسيا ورؤية للتحول الديمقراطي وتنظيم تنتج تنظيمات أو تنظيم يعبر عنها أنا هناك إذا نرجع أستاذ أحمد ونقرأ البيانات التي كانت تصدر من ساحة الحبوبي من ساحة التحرير من ساحة الصدرين بالنجف من كربلاء نجد بأنه البيانات كانت تصدر بشكل رصين ومعبر هم عدهم فهم عدهم نضج وقدروا يطلعون حتى بحينها جريدة وقدروا يطلعون مجموعة من النشاطات وين صارت الإشكالية؟ لما بدت القوى السياسية والأجندات الدولية تكتشف أنه ذول الشباب إذا أتيحت لهم الفرصة والوقت والاستقرار حتى لو هم بالساحات راح يقدرون يعقدون نوع من أنواع المؤتمرات الشعبية الشاملة وينسقون أمورهم ويتفاهمون على خارطة طريق وينتجون ويبلورون منظومة جديدة موازية لذلك بدأ البطش صار بطريقة بشعة أكثر من 30 ألف تمت إصابتهم أكو 6 ألاف واحد معاق أكو ألف قتيل وهكذا الخطفوا وغيره وغيره هذا القمع الوحشي كان بجانبه أكو ماكنة إعلامية مهولة من قبل إعلام السلطة والأحزاب والميليشيات وغيرهم اللي كانت تحاول تشوه هذه الثورة طب هل هذا يعتبر تبريد؟ شهر شهر شغل شكرا 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 شكرا